أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات الجمعة القامدة جداً سعيد بلقائكم الشعب اليمني من أقدم الشعوب في التاريخ أرض اليمن مرتبطة بمملكة سبأ الملكة بالقيس والقصة مع النبي سليمان اليمن كذلك مرتبط أنه مدينة إرم ذات العماد مدينة العماليق هي كذلك فيها خبر للنبي هول عليه السلام ولكن كذلك اليمن فيها واحدة من أغرب الآبار في الأرض وأخطر السرادب أهلاً بكم الخصة دي اليوم محدة من أغرب وأعجب الآبار في الأرض بئر باراهوت اللي كان في اليمن في منطقة حضراموت وبالضبط في محافظات المهيرة باراهوت كي يقولوا اليمنين أنه كتعني باللغة الحميرية القديمة مدينة الجن ولا أرض الجن وهذا البئر هذا متكوف الأحاديث النبوية وذكروه كذلك الإمام علي عليه السلام على أساس أنه في أنتن ماء كتجي منه أنتن ماء وأنتن رائحة وأبشع منطقة ممكن يمشي لها الإنسان حتى لأن الإمام علي قال عليها شر بئر في الأرض بئر باراهوت وسكان المنطقة والخورة اللي دارين بها يقولوا أنهم يسمعوا فيها خصوصا بالليل أصوات غريبة وأحيانا يشوفوا طيور عمرهم ما شافوا فيها في حياتهم كتتخرج وكتدخل لها كي يحكيوا عليها قصص كثيرة كي يحكيوا قديما أن المنطقة تضربها واحد الجفاف لما يقولوا تأكل ديو الماء رغم أنهم يحفروا وما يليقوش الماء فشنو قالوا السكان في المنطقة قالوا بما أن بئر باراهوت أصلا موجود وبالمناسبة العمق دياله مئتين وخمس وسبعين متر والقطر دياله مئة متر بالنسبة للعمق كان اللي يقول مئتين وخمسين ومئتين وخمس وسبعين وكان اللي يقول أن العمق دياله غير متناهي فشنو داروا هاد سكان القرية بما أنه كان الجفاف وقالوا أصلا بئر باراهوت محفور موجود في الطبيعة خلينا ننزله حتى لا نحفره متر إلى جوج متر نزله واحد فيه وهو اللي تشجعه وبقى مع قنعه وخصوصا البئر عنده سمعة سيئة في المنطقة قنعه ينزل بقى نازل 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 حتى لا يرى واحد اللحظة يسمعه يغوت ويقول لهم طلعوني طلعوه يقول أنه غير النص العلوي ونص السفلي منظر مطابعة الحال بشع وكذلك القصة أنه مرأة كانت ترعى الغانم وخلت الرديع في سلة كبيرة رديع ما زال عنده شهور معدودة وغيرت الفتاة عليه وكانت ترعى لم ترعى لكن هنا قصة شبه موتقة كانت شهرات في 1990 وكانت أستاذ الجامعة في جامعة حضراموت وأستاذ الجغرافية اسمته حمود بن حافظ حمود بن حافظ حمود بن حافظ يتعامل مع مجلة ناشنال جيوغرافيك تلفزه في أبو دبي والأفلام الوثائقية كالترجم بلغات العالم ماذا يريد أن يفتح الانتباه ناشنال جيوغرافيك بالوجود في هذا البيئر ويدرسوه ويدرسوه على أفلام الوثائقية ولكن ماذا يريد أن ينزل ويصور ويدر دراسات توبوغرافية وجغرافية على البيئر لكي يسهل عليه المأمورية ويدرشي الفيديو ودراسة ويصفتها لهم لكي يشاهدون ذلك شيء يصفت لهم ريل ذلك الفيديو التي تقدم بها الفكرة معينة لكي يقتنعوا ويدرسوه نزلت مع ثلاثة أصدقائه يشاهدون منطقة ويصوروا بالكاميرات وكانوا تفرقوا لأن البيئر يوجد تقريبا في 250 متر لكن واسع من تحت تقريبا في أنفاق وكهوف غير محدودة لا يعرفوا ماذا تفرقوا عندهم وسائل حمود بن حافظ يقول أنه لم يكن من المخلوق جني شيطان اسمه اسمته دوما وقال له دوما وقال له دوما بالعبرية الخديمة لم يكن من الصمت وقال له على أساس أنه حارس المنطقة وقال له لا تهز أي شيء قال له لا تخاف منه لكن لا تهز أي شيء وإن تراب حمود بن حافظ هو باحث رغم أنه تخلع وخاف لكن لم يكن من المخلوق وقال له وقال له أكتشف كميات كثيرة من الكبريت وقال له وقال له ولكن النوع الكبريت الذي يرى هو عالم الجغرافيا وكيف يفهم في الجيولوجيا الأرض وقال له الدمعة وقال له لحظات فيما بعد كان مع أصحابه وقال له واحد الساعة يختفي ومحمود بن حافظ لم يعرفوا المصير ولم يعرفوا ماذا ومن ذلك القصة التي أتحدث لهم والذين لم يرونها استنتجوا بأن احتمال خطوطها من طرف المخلوق لأنه خال عاد سرق الحارس لأن الدمعة كان يعتبر حارس ماذا كان القصة مرتبطة بهذا البئر العجيب وغريب كان الملك قديما كان يتعامل مع الجن وكانت عنده كنوز كثيرا وخباها في هذا البئر والجن يحرصها هذه رواية المشكلة لأن حمود بن حافظ رغم أن كان لديه وسائل إنارة وحاول يرى ما كان في الكاسيطات لم يجد أي شيء سنين فيما بعد هذا البئر ستسمع بها شركة تدرس أماكن تدرس أفلام خط الصحراء ديزيرت لين دخلت هذه المطاقة ستدرس دراسة على بئر بارهوت نزل أدواء وكاميرا نزل بتقنيات عصرية آلة منزلها حتى وصل إلى 100 متر قال لهم طلعوني هذه المرة طلعوه كامل ليس بحل من المطاقة في غير نص قالوا لي ما كان عندما وصلت إلى 100 متر أشعر بأن هذه الحلقة من البئر نرى الحيوض يتحرك ونرى الحلقة ستضيق عليها كأنها ستخنق علي نرى الحيوض من البئر ستضيق لماذا أعيد لكم حتى لم يرى الرواية التي ترى بالكاميرا لم يرى أي شيء هذه الروايات والخصص التي تتعود على هذا البئر كانت روايات أخرى علاقة بالعلم أولا هناك أحدث كثيرا من المنطقة هذه الحضراموت ستأتي منها كبيرة وصلوا بصلاحة لمدة وقت السحابة وقالوا لهم وقالوا وقالوا للشام لن تحمي رأسكم عالم الجيولوجيا تيرو دور بنت 1894 دعونا نذهب إلى هذا العالم ونعود إلى الأحادث درس المنطقة الحضراموت وطبقات الجيولوجيا وقالوا كلها كبريت مما يدل على أن هذه المنطقة هي منطقة بوركانية وقال لهم بأن في القرن العاشر هذه ألف سنة كان نفاجر واحد لبوركان بوركان كبير كان نفاجر في منطقة حضراموت وكانوا الناس إلى سنة 1813 كانوا روايات على أن هذا البئر كان مزاكي يخرج منه الدخان فاحتمال كبير أن هذا البئر كان قديما بوركان والأحاديد النبي صلى الله عليه وسلم تتحضر من الخطورة لهذا المكان على أشلس سنة يخرج منه شحيم وغير ترى منه واحد الحادث يؤدي للفناء تخرج من كل البشرية أنه سيخرج منه هذا الشركة تسمى بالعلم ميجا فولكينو ميجا فولكينو هو هذا البوركان العظيم هذا البوركان الذي يهدد ليس غير مدينة ولا بلد بل الأرض كلها هناك أحاديث تتكلم عن أن بئر برهوت أبغض البقاع إلى الله ومنها سيكون دمار الأرض وفيها شر ماء على وجه البسيطة وهذه كلها وعندما رأيناها وزدنا عليها التسنتجات تاوذوربنت بسبب الكبرية والفوسفور التي يتمعها لأنها منطقة بوركانية احتمال ستكون مصدر الكارثة الطبيعية لا أعرف ماذا هذا البوركان الذي يهدد يالو ستون هنا في مريكان يقولون أنه ينفجر كل 6.000 سنة وآخر ينفجر هذه 6.000 سنة هنا بالنسبة لقصة البئر براهوت ستختار إما هذه القصص من الجن أو العلم الذي يقول أنه منطقة كانت بوركانية تاريخيا وأن هذه البئر في الحقيقة هي فوق هذه البوركان الفجر هذه 10.000 سنة وإنها 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 قريبا أو بعيدا بالنسبة للقصص من الناس الذين لم يخرجوه والقصة للأستاذ الجامعي حمود بن حافظ كما قلت هي قصة ممتقة لأنها ممتقة 100% لأن حمود بن حافظ لمعرفنا ما هو المصير كذلك الشركة التي نزلت والآخرين وشاهدوا القصص ما هي حقيقية والآخرين الكاميرا والصورات 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 والتفسير الوحيد هي العلم أنها منطقة بوركانية لكن يبقى بإرباره عجيب وغريب لأنه الكثير من القصص تنسج عليه الناس يسمعون أصوات حتى لا يستطيع وخصوصا حتى الآن لا يوجد فرقة علمية هذه نزلت البراهوت ومقالات الحقيقة ومطابعة الحال بالنسبة للظروف التي يمر بها اليمن والمؤسسات والحرب والدمار لا يمكن أن يشتش يغامر ويدرس في المنطقة لكن اليمن تاريخيا أرض العجائب والغرائب اليمن مذكورة في الإصحاح القديم ومذكورة في القرآن وهي كذلك أرض الحكمة ومن أتي الحكمة فقط أتي خيرا كثيرا ونطلبون الله تعالى فد الجمعة أننا نكونوا من الحكمات كنشكركم على المتابعة إلى الحلقة القادمة من حلقات الجمعة الغامضة ترجمة نانسي قنقر